اشتركوا في القناة اه المؤيسة رقم خمسة برضو ونكمل ونشوف التأفيلة بتاعة المؤيسة بتتأفل ازاي لان العمل في مادة التخطيط هو عبارة عن خطوات مترتبة على بعضها وزاي ما احنا عرفنا ان في مادة التخطيط هي اه بتداول هذه المادة من خلال اشكال معينة ببدأ ان انا اتعامل معاها وببدأ احلل كل بند وبشوف ان هو كان حجم او مساحة وعن طريق القوانين الرياضية بتاعتي اللي احنا درسناها في الترمي الاول ببدأ احلل كل جزء وببدأ احوله الى مساحة ان كان مساحة او ان كان حجم في تحت بند الحجم ببدأ ان انا احوله الى حجم وبعد كده بحول المساحات دية الى حجوم وبجمع الحجم اللي موجود عندي في المؤيسة كلها مع بعضه والحجم اللي انا حولته من المساحات وبعد كده ببدأ ان انا حضراتكم ابدأ اتعامل مع الحجم دوت وحوله الى اه وزن وطالما وصلت للوزن ابدأ ان انا اجيب التمن الخامات بتاعتي بعد كده ببدأ رحلة تانية ان انا اشوف كل المصاريف اللي انا بصرفها على المنتج اثناء عملية اتمام هذا المنتج من عمال بشوف العمال اللي موجودة عندي كام عامل وشوف الاجر اليومي لكل عامل قد ايه واشتغل كام يوم وببدأ ان انا افصص كل الاجور ديت سواء كان فيه سبية او اه عمال تمام ببدأ اتعامل معهم وحولهم الى اجور معينة وابدأ بعد كده اشوف المصاريف النسرية اللي انا صرفتها على المنتج بتاعي اثناء عملية التشكيل بتاعتي تمام عفوا وببدأ اشوف النصاريف الديت اه هو بيدهاني بنسبة معينة بيقولي ان انا في المؤيسة بتاعتي ان انا صرفت مصاريف نسرية بنسبة مثلا 10% او 15% او 20% بشوف النسبة بتاعتي ديت وببدأ احسبها وبطلع اه قيمتها وبعد كده ببدأ اشوف استهلاك العمر الافتراضي للالات بتاعتي قدي ايه بنسبة معينة برضو وببدأ اجيب العمر الافتراضي بتاعي وكل ده ببدأ اجمعه اجمع سعر الارخامات مع اجور العمال بتاعتي مع الصبية مع المصاريف النسرية مع كل حاجة وبضيف عليها هامش ربح معين بنسبة معينة هو بيقولي عليها برضو في المؤيسة لازم كل دوت ابقى اكون عامل حسابه وعرفنا برضو في الحلقة السابقة ان جسم المنتج او اي شكل منتج لو بصيت على الجسم بتاعي الاجزاء بتاعتي بيتصنف عندي الى حاجتين يا اما جسم مفرغ يا اما جسم مصمط يبقى عندي كم حالة حالتين يا جسم مفرغ يا جسم مصمط الجسم المفرغ بتعامل معاه تحت بند المساحات يبقى الجسم المفرغ على طول بروح على قوانين المساحات بتاعتي وتعامل معاه الجسم المصمط بتعامل معاه على انه حجم يبقى عندي حاجتين في قلب الجسم المشكل الموجود عندي في حاجة تانية اللي هي لو فيه بعض الاجزاء هو اشتراها والداني تمنها مباشرة ما بخشش لا على مساحة ولا حجم وببدأ اتعامل معاه لان هو مديني تمن كل جزء واشوف العدد اللي موجود عندي ببدأ ان انا اتعامل مع المؤيسة بعد ما بخلص المساحات بتاعتي والحجوم ببدأ ااخد كل المساحة حطها تحت اه بعضها في جدول وكل الحجوم تحت بعضها في جدول عشان ابدأ ان انا احصر كل الاجزاء بتاعتي سواء كانت مساحات او الحجوم ما يحصل ليش عملية لغبطة او ان انا ابقى فاهم وحاصر كل الاجزاء حسب اللي هو بيقول لي عليها في بعض المؤيسات بيقول لي ان خلي بالك ان انت ما تشغلش دماغك او يسرى في النظر عن الاجزاء التي لم تسكر في المؤيسة او لم ترت في المؤيسة يعني على سبيل المثال ممكن يكون جزء مشكل من استوانة تمام الاستوانة ديت طبعا عارفين ان المساحة الجانبية بتاعتها عبارة عن محيط القاعدة في الارتفاع تمام زائد المساحة الكلية عندي بيبقى في زائد قاعدتين قاعدة فوق قاعدة تحت طب هو ما قال ليش في المؤيسة ان في قاعدة فوق قاعدة تحت يبقى انا في بعض المؤيسات مشغلش دماغي بيها لان هو بيقول لي يصرف النظر عن هذه الاجزاء طبعا احنا مشينا رحلة طويلة في بعض البنود وهنكمل بقى البنود النهاردة وهنشوف الجدول هيتعمل ازاي وهنشوف تقفيلة المؤيسة بتاعت ازاي ويبدأ ان هو يشرح لي ازاي اقفل المؤيسة عشان ما نفضلش ان احنا ناخد بنود بس بدون ما نعرف ازاي تقفيلة المؤيسة لان انا الهدف كله من المساحات والحجوم كل ده ان انا احول ده كله الى تمن اتعامل معاه واقدر اقول لصاحب الايه اللي عمل او اه اللي هو هيشتري مني المنتج بتاعي ان ده تمن وقدي كده تمام اه ان نشوف الهد الرئيسي وعرفنا ان الهد الرئيسي كنا بناخد منه بعض الحاجات المهمة هفكركم بيها برضو تاني اه بيقول لي الشكل الموضح بالرسم عبارة عن شمعدان من النحاس الاصفر اه يبقى اول حاجة ان انا بعرف المنتج عبارة عن ايه تمام اه سمك واحد ملي يبقى اول بيان باخده ان هو مصنوع من معدن سمك واحد ملي والنهاردة هنعرف البيانات دي هتفيدني في ايه طبعا لان كل حاجة بالدهاني في المؤيسة ليها مدلول معين في الحل وكسافة كسافة المعدن دوت كانت تمانية واثنين من عشرة جرام جرام بأكد على ان هو جرام لكل سنتيمتر مكعب علما بقى ان سمن كيلو النحاس بالسوق المحلي اربعة واربعين جنيه والنحاس مطلي بالدهب اه طبعا سعر النحاس هو متغير حسب السوق انا انا هو بالدهاني في المؤيسة ممكن يدهاني اربعة واربعين جنيه ممكن يدهاني مية واربعين جنيه حسب ما هو بالدهاني انا بشتغل تمام وبيقول لي مطلي بالدهب ممكن بعد كده ييجي يقول لي تمن الطلق قد ايه انا انا لحد الوقت هو ما قال ليش اي بيان عن الطلق اه دي اه الشكل بتاعي اللي هو احنا كنا تناولناه المرة اللي فاتت هو عبارة عن شمعدان اه وهذا الشمعدان مصنوع من النحاس الاصفر سمك واحد ملي وعرفنا كل البيانات المسؤولة عن الايه الهد بتاعي بعد كده بيقول لي المطلوب المطلوب جدول حصر الخامات والمساحات والحجوم جدول حصر الخامات والمساحات والحجوم وهو ده النهاردة وموضوع الحلقة بتاعتنا اللي احنا هنكمل عليه المؤيسة بتاعتنا يبقى لازم نركز ان هو حضرتك هتجيب لي النهاردة الجدول بتاع المساحات والحجوم بتاعت المؤيسة اللي احنا تناولناها سمن الخامل لازم لتنفيذ عدد ست شمعدانات خلي بقى لان انا هنا بيقول لي ان هو مطلوب منك تنفيذ عدد ست منتجات مش منتج واحد حسب سعر السوق المسكور بعد كده اجور العمال هنا بقى هو اديني اجور العمال خلي بالي ان المصنعية هي اجور العمال ازا كان ازا كان تنفيذ الوسائل يتطلب تنفيذ الوسائل الستة بتوعي يتطلب كم عامل اتنين عمال في مدة يومين نزير اجر اليومي لكل عامل بواقع خمسة واربعين جنيه طبعا هنشوف المصنعية بتاعتنا هنجيبها ازاي حسب البيانات اللي هو مدهاني قدامكو ديت يا جماعة وياريت يكون معانا ورق او قلم عشان نسجل البيانات دي لان احنا هنحتاجها كويس جدا تمام في مصاريف نسرية جاب هالي في المؤيسة عبارة عن تمنتاشر في المية تمنتاشر في المية من ثمن الخام يبقى عندي مصاريف نسرية لازم احط في دماغي كل ده لازم يتحسب عشان اقدر اطلع تمن المنتج بتاعي قد ايه وبيقول لي تمنتاشر في المية من ثمن الخام في عندي تاني بيقول لي خلي بالك ان في حساب العمر الافتراضي بواقع ستة في المية من ثمن الخام يبقى عندي جور عمال لازم تتحسب عندي في العمر الافتراضي في عندي مصاريف النسرية هو قال لي عليها كل ده لازم احطه في الاعتبار اثناء التعامل مع المؤيسة بتاعتي في اطلع سمن اطلع هو ما قاليش عليه في الاول ولكن قال لي خلي بالي علما بقى اذا علمت ان الشمعدان الواحد يتكلف اربعين جنيه يبقى انا هاطلي المعدن بتاعي او المنتج بتاعي اربعين جنيه باربعين جنيه للمنتج الواحد في الاول هو ما قاليش عليها بس جيف المطلوب اللي خلي بالك ان فيه هنا تمن للطلع كل ده لازم يتحسب معايا جماعة عشان اقدر ان انا اطلع زي ما قلت تمن المنتج بتاعي بعد كده بيقول لي سعر البيع النهائي باضافة خمستاشر في المية من ثمن الخام نظير الارباح بتاعتي يبقى هنا حطيلي هامش ربح خمستاشر في المية من ثمن الخام تمام بعد كده اه ملحوظة هنا بقى بيقول لي يصرف النظر عن الاجزاء التي لم ترد في المؤيسة بيأكد لي عليها اني خلي بالك في اجزاء انا ما جبتش سريتها في المؤيسة مليش دعوة بيها انا هتعامل مع الاجزاء اللي هو قال لي عليها طيب البند اللي هو اللي مفروض تكملت للمؤيسة بتاعتنا عدد اتنين سلك قطاعه نصف دايرة عدد اتنين سلك قطاعه نصف دايرة تمام كطرها اربعة ملي كطرها ايه اربعة ملي والسلك على شكل مسدس محيطه اه اربعتاشر واربعة من عشرة سنتي نقرأ البند تاني لاني لازم اركز فيه عدد اتنين سلك يبقى كم سلك اتنين قطاعه نصف دايرة يبقى المقطع بتاعي نصف دايرة خلي بالي هنا فيه نقطة مهمة الاسلاك بتاعتي عمتا الاسلاك هسأل نفسي السؤال الاول اللي احنا اعتدنا عليه من الحلقة السابقة يا ترى البند ده واقع تحت مساحة ام حجم مساحة ام حجم ده اول سؤال لازم اسأله اسأل نفسي فيه تاني سؤال يا ترى القانون بتاع حل هذا البند ايه يبقى اول حاجة مساحة ام حجم تاني حاجة القانون يبقى لازم اعرف القانون بتاعي وكون ملم بكل القوانين اللي موجودة عندي عشان اقدر ان انا احل البند ده تمام بعد كده ابدأ احل في القانون بتاعي وعوض حسب البيانات اللي دهاني فهو بيقول لي عدد اتنين سلك الاسلاك عمتا الاسلاك كلها بتبقى مصمطة يعني حجم الاسلاك عندي نوعين من الاسلاك سلك بيبقى ملفوف او سلك طولي يا سلك ملفوف يا اما سلك طولي تمام السلك الملفوف بيبقى ملفوف حوالين جسم معين بياخد الشكل الداخلي بتاع هذا الجسم والشكل الخارجي بياخد برضو نفس الجسم ده فبيبقى عندي حجم السلك في هذه الحالة عبارة عن مساحة المقطع في المحيط المتوسط المحيط المتوسط اللي هو المحيط الداخلي بتاع الجسم التاعي اللي هو ملفوف حواليه السلك والمحيط الداخلي زائد المحيط الخارجي بتاع الجسم برضو على اتنين يبقى مساحة المقطع في المحيط المتوسط طب لو السلك طولي مفروض يعني او ما جاب ليش ان هو ملفوف حوالين اي حاجة يبقى عبارة عن ايه مساحة المقطع في طول السلك يبقى عندنا قانونين للسلك سواء كان سلك ملفوف او سلك طولي السلك الملفوف مساحة المقطع في المحيط المتوسط الداخلي زائد الخارجي على اتنين السلك الطولي مساحة المقطع في طول السلك وطول السلك دوت ممكن يكون محيط الحاجة اللي ملفوف حواليها هذا السلك التاعي يبقى نرجع للبند تاني ونشوف هو بيقول لنا ايه يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الاسلاك عبارة عن حجم وعرفنا القانون نبدأ نشوف فقا البند بيقول ايه ونبدأ نفصصه ونحله حسب البيانات اللي هو مدهاني يبقى عدد اتنين سلك يبقى انا هضرب كم سلك اتنين قطاعه نص دايرة المقطع بتاعي نص دايرة مساحة المقطع يبقى مساحة نص دايرة تمام كطر الدايرة ديت اربعة ملي على شكل والسلك على شكل مسدس محيطه هو الداني هنا محيط المسدس اللي هو السلك ملفوف حواليه اربعتاشر واربعة من عشرة سنتي نرجع للقانون بتاعي عدد اتنين سلك تمام خلي بالي هو بيقول لي عدد اتنين سلك حجم السلك لان احنا عارفنا ان الاسلك اغلبها من الحجوم او تبع الحجوم بتساوي طول السلك في مساحة المقطع طول السلك في مساحة الايه المقطع تمام اه محيط المسدس في مساحة المقطع المقطع عندي عبارة عن ايه نص دايرة طيب الدايرة عبارة عن ايه طه ناك تربيع مساحة الدايرة طه ناك تربيع طيب هو دايرة كاملة ولا نص دايرة لا دا نص دايرة يا مستر يبقى انا لازم اضرب هنا في نص يبقى محيط المسدس اللي هو الدوني اربعتاشر واربعة من عشرة في القانون بتاع اه مساحة نص الدايرة اللي هو المقطع بتاع السلك طبعا محيط المسدس اربعتاشر واربعة من عشرة في نص في اتنين وعشرين على سبعة في اتنين على عشرة في اتنين على عشرة لان هي اه 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 النق بتاعتي اتنين من عشرة فاسمتها على عشرة تربيع قررتها مرتين يبقى هنا انا عملت ايه عملت ان انا ضربت مساحة المقطع بتاعتي في المحيط المتوسط بتاعي او المحيط الايه مساحة المقطع في المحيط اللي هو الدهوني بتاع المقطع بتاعي تمام فالداني هذا الناتج اللي هي تسعمية وتمانية من الف سنتيمتر مكعب طيب هو كام سلك اتنين فلازم اخد الناتج دوت اضربه في اتنين عشان عدد الاسلاك اللي موجودة عندي اتنين مش واحد وخلي بالي ممكن ان انا احل المؤيسة والبند يبقى صحي جدا وما اضربش في الاتنين دي ايديني الدرجة نقصة طبعا يبقى لازم اركز لان ممكن يجي عدد الاسلاك ثلاثة او حسب ما هو يقولي طب انا لما اجي اروح احسب المؤيسة بتاعتي واحط جزء واحد وهو عندي اكتر من جزء يبقى ده التكلفة طبعا هتبقى مش مظبوطة بتاعتي يبقى الناتج بتاعي مش هيبقى مظبوط يبقى الدرجة بتاعتي اثناء الحل مش هتبقى مظبوطة برضو يبقى انا لازم اركز عدد الاجزاء اللي هو طالبها مني او بتعامل معاها لازم اركز ده كان حجم ام مساحة لان كل حاجة لها قانونها وابدأ اجيب القانون وابدأ اتعامل معاها وكده كان الحجم بتاع السلك الاتنين سلك بتوعي واحد تمنمية وستاشر سنتيمتر مكعب واقوم واخد الناتج ده في النهاية خالص بعد ما خلص ام واخده وحطه تحت بند الحجم في الجدول زي ما احنا هنشوف بعد كده بيقول لي هرم ناقص مفلج طول كتراء اربعة وستة وستة سنتي وارتفاعه اتنين سنتي وارتفاعه اتنين سنتي ادي شكل الهرم بتاعي والهرم لازم ارجع تاني ابص ان الوجه بتاعي عبارة عن شبه منحرف زي ما احنا شايفين كده يبقى اه الوجه بتاع الهرم شبه منحرف طب ده هيفيد في ايه يا مستر هيفيد ان انا دلوقتي بتعامل مع الشكل بتاعي لازم اكون درسه كويس جدا في مادة الرسم الهندسي او الرسم الفني بتاعي عشان اقدر اتعامل معاه واعرف كل جزء بتاعي يعني انا دلوقتي الجزء اللي موجود في الهرم السوداسي بتاعي عبارة عن شبه منحرف عبارة عن ايه شبه منحرف لو انا جدت مساحة وجهه ودرت في عدد الاوجه اللي موجودين عندي هجيب المساحة الجانبية بتاعت الهرم بتاعتي طيب ندي بسال بايد عن المؤيسة طيب لو انا عندي استوانة لو انا مش فهم في مادة الرسم ان المساقط المسقط الافقي بتاعي دايرة يبقى هجي يقول لي في القانون محيط القاعدة في الارتفاع طب القاعدة عبارة عن ايه لازم اكون عارف ملم بمادة الرسم عشان تخدمني في مادة المؤيسات او عندي نسبة تخيل عشان اقدر اتخيل الشكل بتاعي وابدأ اتعامل مع الشكل بتاعي نرجع تاني للبند بتاعنا اه الهرم السوداسي القانون بتاعه المساحة الجانبية عبارة عن مساحة وجه في عدد الاوجه طيب مساحة الوجه عبارة عن ايه يا مستر عبارة عن شبه منحرف زي ما احنا شفنا ان الوجه بتاعي عبارة عن شبه منحرف طيب عدد الاوجه هادي ايه ستة يبقى انا قبل ما ابدأ احل اي بند في المؤيسات او مادة التخطيط لازم اتعامل مع الشكل التاعي وابقى فصصه كده في دماغي قبل ما ادى ايه اعمل عملية الحل اهو هرجع لقانون شبه المنحرف قانون شبه المنحرف يساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع القاعدة المتوسطة قاف واحد زي قاف اتنين على اتنين قاعدة المتوسطة ما اي حاجة متوسطة بجمع اه بجمعهم مع بعض وبقسم على عددهم يبقى انا رجعت هنا القانون شبه المنحرف فبعض الطلبة عندي اللي بيكونش مركز او في مادة الرسم بيبدأ يسألني يقولي يا استاذ انا دلوقتي انا اعلقتي بشبه المنحرف اللي ارجع اقول له ارجع تاني للشكل الاساسي بتاعك الواجه عندك عبارة عن شبه المنحرف طب لو هرم كامل الهرم الكامل الواجه بتاعه عبارة عن ايه مسلس يبقى روحتي في حتة تانية خالص يبقى لازم اكون متخيل الشكل كويس جدا عشان اقدر اتعامل معاه في مادة التخطيط لو انا مش فاهم الشكل بتاعي مش هقدر اتعامل معاه يبقى الواجه بتاعي عبارة عن شبه منحرف شبه المنحرف قانونه ايه القاعدة المتوسطة قاف واحد زال قاف اتنين على اتنين في الارتفاع اللي هو عين في عدد الاوجه الجانبية بتاعت الهرم بتاعي اللي هو ستة لو كان سوداسي تمانية لو كان سوماني يبقى حسب الايه العدد اللي موجود بتاعي الهرم اللي موجود عندنا النهاردة سوداسي فضربت في ستة طيب لو خماسي هضرب في خمسة يبقى حسب العدد الاوجه بضرب في عددها يبقى قاف واحد زال قاف اتنين على الاتنين في عين في ستة ليه ضربت في ستة عشان عدد الاوجه اللي موجودة عندي قاف واحد كانت بتلاتة قاف اتنين كانت باتنين وتلاتة من عشرة على الاتنين في الارتفاع بتاعي كان اتنين في عدد الاوجه بتاعتي ستة بطلع الناتج بتاعي واحد وتلاتين وتمانية من عشر سنتيمتر مربع واخد هذه القيمة لما اعمل الجدول بتاعي اقوم واخد احطيتها تحت بند المساحات يبقى انا حطيتها تحت بند ايه? المساحات. ارجعتين السلك انا حطيته تحت بند الحجوم لان البند عندي عبارة عن حجم. هذا البند بند مساحات يبقى حطه بعد كده لما اعمل الجدول تحت بند المساحات. يبقى كده انا جبته. طب حد ييجي يقول لي يا مصر طب ما هو الهارم السوداسي ليه قاعدة شفلة وانت اتكلمت عنهم محتاجتهم. هو قال لي ان له قاعدة عليا وقاعدة صفلة. لا. يبقى انا ما تجيبش ما تجيبش سيرتها. لان هو اكد علي وقال لي الاجزاء التي لم ترد ما تجيبش ايه ما تتعملش معها. تمام. يبقى انا يصرف النظر عن الاجزاء التي لم ترد. يبقى بعد كده قاعدة من اللدائن. هو هنا بقى جاب للراجل قاعدة من اللدائن. عبارة عن قاعدة التمرين بتاعي مصنوعة من اللدائن. وقال لي ان سمن الواحدة اربعة جنيه. يبقى هنا ببدأ حضرتك احط التمن ده على طول بضيفه مع التمن اللي موجود عندي في المؤيسة. يبقى زي ما نشوف مع بعض قاعدة من اللدائن سمن الواحدة اربعة جنيهات. تمام? يبقى سمن القاعدة الواحدة بيساوي اربعة جنيه. خلاص انا بحطها زي ما هي. ده البند بتاعي ودي الحل بتاعه بحطها زي ما هي. وبرجع اخدها ديت واضفها مع السعر بتاعي. تمام? ادي شكل القاعدة اللي هو اشتراها وجابها من اللدائن بتاعتي. وبعد كده ببدأ اشوف الجدول بتاعي. الجدول بتاعي فيه عندي خانة اسمها البند. رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة رقم خمسة على حسب البنود اللي هي وردت عندي في المؤيسة. وفيه عندي اه المساحة. وفيه عندي باندي تاني بس بالنسبة للحجم. تمام? اه وببدأ اشوف اه اول باندي كان عندي مساحات اهم جايبوا حطوا تحت المساحات. تاني باندي كان مساحات اهم حطوا تحت المساحات برضو. تحت بعض اهو. تالت باندي لقيته حجم امتجايب الناتج اللي جبته الاخراني وحطوا تحت الحجم. والرابع باند برضو كان حجم بقوا حطوا تحت الحجوم. يبقى انا عملتي ايه? جبت كل البنود المساحات حطتها تحت بعضها زي ما احنا شايفين هنا في خانة ايه المساحات. وجبت كل بنود الحجوم وحطتها تحت بعضها زي ما احنا شايفين في خانة ايه الحجوم. بعد كده في خانة اسمها المجموع بجمع كل الاجزاء اللي في المساحات ديت. وحطها في مجموع معين. وبجمع كل الحجوم اللي موجودة عندي ديت وبحطها عندي اهو. اه الجزء بتاع المساحات ده برضو بقى بشتغل عليه وحوله الى حجم وجمعه على ده. يبقى انا عملت ايه تاني? جلت كل البيانات اللي موجودة بند رقم واحد تلع مساحة او محطه في الجدول تحت المساحات. جيه بند رقم اتنين برضو مساحة او محطه برضو في الجدول تحت بند او خانة المساحات. اه اه بند رقم تلاتة تلع عندي حجم او موغضه وحطه تحت بند ايه الحجوم. تمام? بعد كده ببدأ حضرتك اقوم عامل ايه? مجمع المساحات ديت مع بعضها. تمام? ومجمع الحجوم ديت مع بعضها. وابدأ اقوم عامل ايه? محول المساحات الى حجم. محول المساحات ايه? الى حجم. وقوم جامع اللي طلع من تحويل المساحات الى جامعه مع الحجم الاصلي اللي موجود عندي في المؤيسة. يبقى انا كده حولت المؤيسة كلها الى حجوم ودي اول رحلة في عملية تشتيب المؤيسة بتاعتك. وابتديت ان انت بتوصل لنهاية المؤيسة بتاعتك. تمام? يبقى بعد كده بقوم عامل ايه? بقول الحجم عبارة عن المساحة في السمك. يبقى انا ارجع لقانون المساحة. اجيب. الناتج اللي موجود عندي في الجدول تحت خانة المساحات. واضربه في السمك. ضربوا ليه في واحد من عشرة? لان انا ماشي يا جماعة بالسانتي. انا ماشي بايه بالسانتي? وهو في في الاول قال لي ان السمك عبارة عن واحد ميلي. واحد ايه? ميلي. الصانتي فيه عشرة ميلي. يعني واحد على عشرة. او واحد من عشرة. يبقى انا دلوقتي اول حاجة عندي حجم الحجم بيساوي او حجم المساحات عبارة عن المساحة في السمك. باخد الناتج اللي هو تحت الجدول المساحات. واضربه في السمك اللي هو اداني السمك اتنين ميلي. يبقى هاضرب في اتنين من عشرة. اداني واحد ميلي. يبقى هاضرب في واحد من عشر. حولت كده المساحات بتاعتي الى حجوم. يبقى بهزا الناتج حولت المساحات اللي موجودة الى حجوم. هاخد الحجوم اللي ايه حجم المساحات وهو مجموعه على الحجم الاصلي يديني الحجم الكل اللي موجود عندي في المعيسة. زي ما احنا هنشوف. مجموع الحجوم بقى ابتدى ان هو ياخد الحجم اللي هو موجود عندي في الجدول وجمعه على حجم المساحات وهو وديني في النهاية حجم كل للايه للمعيسة اللي موجودة عندي. تمام. بعد كده بقى اقوم اعامل ايه? الوزن. الوزن بقى انا حولت هنا المعيسة بتاعتي الى حجم الايه? عشان انا هنا عايز في النهاية كله هدفي ان انا اتحول احول المعيسة الى وزن. يعني انا دلوقتي لما هروح اشتري نحاس عشان اشكل منتج معين انا مش هقول له انا عايز اتنين متر من نحاس. لا. ده انا عايز اقول له مثلا خمسة كيلو نحاس او تلاتة كيلو نحاس. يبقى انا بشتري بالوزن. تمام. او هو بيبيع لي او يتمن الخامات بتاعتي بالوزن. يبقى هنا الوزن بيساوي مجموع الحجوم كلها اللي موجودة عندي في الكسافة الاصلية اللي ادي هنا في الهد الاولاني. يبقى انا رجعت كده استخدمت الهد البيانات اللي موجودة عندي اللي هو اول حاجة فوق خالص. تمام? اللي هو يصنع هذا المنتج من معدن سمكه واحد ملي وكسفته يديني الكسافة ويديني سعره. تمام سعر المعدن? كل ده برجع له تاني عشان احول المنتج بتاعي الى وزن واجيب سعره زي ما احنا هنشوفه. يبقى الوزن بتاعي كان مجموع الحجوم ده قانون بقى هوا. مجموع الحجوم في الكسافة. الحجوم اللي انت حولتها خالص كلها مع بعضها. اللي هو حجم المساحات والحجم الاصلي. في الكسافة اللي هو الدهالك في المؤيسة. اللي هي كانت تمانية واتنين من عشرة. بضربهم في بعض. بيديني الوزن بتاعي بس بالجرام. ليه بالجرام? لان هو في الاول قال لي كسافة المعدن تمانية واتنين من عشرة الجرام لكل سنتيمتر مكعب. يبقى خلي بالي. اني الناتج اللي بيطلع عندي دوت بالجرام. طب لو انا عايز احول الوزن ده بالكيلو. بقوم على طول بقسم على الف. لان الكيلو فيه الف جرام. يبقى انا هبدأ ان انا اقسم على الف عشان احول الايه الناتج ده بالكيلو جرام. تمام? طيب. هنا انت عندك كام منتج انت عايزه هو طلب مني كام منتج. قال لي في البداية ان هما ست نمازج. يبقى خلي بالي. الوزن النموذج الواحد. في عدد ستة هيديني الوزن بالكامل. واسمت على الف عشان احوله بالمرة الى كيلو جرام. بدل ما انا اشغال بالجرامات. لا يبقى انا اشغال بالكيلو جرام. عشان اقدر ان انا اجيب الايه. عفوا. تمن الكيلوهات اللي هي موجودة عندي في المؤيسة. بعد كده بلاقي سمن الخام بتاعي الوزن بالكيلو في سمن الكيلو. ما انا وصلت ان انا احول المؤيسة بتاعتي الى وزن. ارجع تاني اسأل نفسي السؤال هو تمن الكيلو ادي ايه. هو اديني تمن الكيلو اربعة واربعين جنيه. تمام. تمن الكيلو كان كام اربعة واربعين جنيه. يبقى باضرب. الوزن اللي جاني في اربعة واربعين بيديني الايه. الثمن الخام بتاعي. وخلي بالك ان انت عندك في قاعدة تانية. اللي هي القاعدة اللي مصنوعة من اللداء كانت عبارة عن ست قواعد. لان انا محتاج ست منتجات. والواحدة كانت باربعة جنيه. يعني باربعة وعشرين جنيه. يبقى انا هنا تمن القواعد اللي موجودة عندي. وضربتها في اربعة وعشرين جنيه. اه ضربتها في ستة. طلعت لي ده. طيب انا هنا عندي تمن الخامة هو. وتمن القواعد ناقصني ايه? ناقصني حاجة تانية. المصنعية. المصنعية بتسوي عدد العمال في عدد الايام في اجر العامل اليومي. تمام? يبقى انا بشوف عدد العمال كانوا كان كم عامل? واشتغلوا كم يوم? يا طرى اشتغلوا يومين? ولا اشتغلوا تلاتة? ولا اشتغلوا اربعة? تمام? واجر الواحد في اليوم ده كان قدي ايه? يبقى عدد العمال في الاجر اليومي في عدد الايه? الايام. بضربهم في بعض بيديني المصنعية بتاعتي. طب يا طرى هو اداني سبيا? لا هو ما اداني سبيا بقى. يبقى لو اداني سبيا بقى. يبقى اجر الصبي. واشوف الصبي ده اشتغل قدي ايه? يبقى اجر الصبي. فعدد السبيا? فعدد الايام اللي هو اشتغلها السبيا ديت. بطلع المصنعية بجمع مصنعية العمال مع السبيا بتديني المصنعية بالكامل. انما هو هنا في المعيسة ما ادانيش سبيا. يبقى هنا عدد العمال في عدد الايام في اه اجر اليوم. لازم احفظ كل القوانين دي يا جماعة عشان اقدر اتعامل مع المادة التخطيط. بقى انت لو ما حفظتش القوانين مش هتحل خالص. يبقى لازم احفظ القوانين اعرف ازاي بحول المساحات الى اه وزن. تمام? اه عن طريق الحجم. ولازم اعرف ازاي بجيب الحجم. تمام? ولازم اعرف اجيب ازاي المساحات كله متركب على بعض. يعني كله يعني اجدت المساحات عن طريق القوانين الرياضية. وبعدين حولتها لحجم. وبعدين جمعتها مع الحجم الاصلي. خطوات متسلسلة. وبعدين حولت الحجم ده الى وزن. وطلعته التمن. ابدأ بقى اجيب اتمان كل حاجة موجودة عندي المصنعية. وبعد كده لسه هنشوف هو طالب مني ايه في المعيسة. جبنا المصنعية. تمام. يبقى اه بعد كده في عندي المصاريف النسرية. المصاريف النسرية بتاعتي بيقول لي ايه. نسبة المصاريف النسرية بتساوي التمن الخام في تمنتاشر في المية. ليه درب الكلام دوات. لان هو قلي خلي بالك ان عندك مصاريف نسرية موجودة داخل العمل. بواقع تمنتاشر في المية من ثمن الخام. فلذلك انا حطيت القانون كالاتي. تمن الخام في النسبة اللي هو الدهاني. تمام. يبقى تمن الخام في النسبة اللي هو المعطاء او اللي هو الدهاني كانت تمنتاشر في المية. وابدأ اعوض حسب القانون بتاعي. التمن الخام هو اللي احنا طلعناه في تمنتاشر على مية اديتني اربعتاشر جنيه. وتلاتة من عشر. يبقى خلي بالي انت هنا ده برضو هتضيفه معه النهاية في الايه? في اه السمن النهاء. طيب في ايه بعد كده هو طلبه مني? المصاريف العمر الافتراضي للماكينات. ما انا دلوقتي انا في المؤيسة بتاعتي انا هشتري بعض الماكينات. انا هشتريها على حسابي ولا بضيف كميطة على العمر الافتراضي بتاعها. يعني انا مثلا اشتريت مخرطة. المخرطة دي هتقعد معايا فترة معينة. المخرطة مثلا غالية. انا مش هضيفها على تمن المنتج الواحد. لا. ده انا هاخد نسبة معينة واسمها على العمر الافتراضي. المخرطة دي مثلا هتعيش معايا عشر سنين خمس سنين بحسبها. وببدأ اقول ان نسبة معينة هحسبها معايا. يبقى هنا واشوف هو حسبها من ايه? طبعا حسبها من تمن الخام بيقول لي العمر الافتراضي بتاعي بواقع نسبة معينة. بقوم ضارب تمن الخام في النسبة اللي هو الدهان. وبكده بطلع العمر الافتراضي بتاع الماكينة. يبقى انا طلعت المصنعية. نسبة الارباح. طلعت العمر الافتراضي. وقبلهم طلعت تمن الخامات اللي موجودة عندي. كل دي لازم حكون حطه في دماغي. وانا شغال في المؤيسة. يبقى ازا اه تسعة وسبعين وستة من ستة واربعين من مية في ستة عالمية. لان هنا قال لي ان نسبة الايه? العمر الافتراضي ستة في المية. تلعت بارباح ستة وسبعين جنيه. تمام. ثمن الطلع اه هو برضو قال لي خلي بالك ان ثمن الطلع بيساوي ثمن القطعة الوحدة في عدد كم قطعة هو انت هتطلع كم قطعة? ست قطعة. طيب هو كان ثمن الطلع كان كم هو قال لي? اربعين. في عدد المنتجات بتاعتي ستة بامتين واربعين. تمام? بعد كده في عندي سعر البيع بقى. الراجل دوت لازم يحسب معاه ثمن الخام اللي هو اشتراها. عفوا. ولازم يحسب اجور العمال. ولازم يحسب المصاريف النسرية بتاعته. ولازم يحسب كمان العمر الافتراضي بتاع الالة. ولازم يحسب كمان ثمن القواعد اللي هو اشتراها من اللدائن زائد ثمن الطلع اللي هو يطليل المنتج بتاعه. يبقى شوفه هنا بيلم كل المصرفات اللي دخلت معاه من خامات من اجور من مصاريف للارباح لكل حاجة لازم يبدأ ان هو يحسبه. تمام? يبقى تسعة وسبعين زائد مية تسعة وسبعين وستة واربعين زائد مية وتمانين زائد اربعتاشر وتلاتة من عشر كده كله كل حاجة بيبدأ يحسبها. تمام? آآ زائد اربعة وستة وسبعين من مية زائد اربعة وعشرين زائد متين واربعين بيديني خمسمائة اتنين واربعين واتنين وخمسين جنيه. تمام? آآ يبقى هنا آآ آآ ابتدى ان هو الراجل عشان نبقى عارفين عشان احنا هنخش دلوقتي على المؤيسة رقم ستة. تمام? خلي بالي من حاجة مهمة قوي. هنشوف دلوقتي احنا اتدينا الشغل ازاي? عشان دلوقتي مؤيسة رقم ستة هتبدأ حضرتك معايا. تتابع ونشوف احنا عملنا ايه? وهنطبق تاني في المؤيسة رقم ستة اللي هي المؤيسة اللي بعد كده. تمام? اول حاجة. تاني اهو بعيد تاني يا جماعة عشان خلاص احنا داخلين على نهاية العام. آآ اول حاجة بشوف المنتج بتاعي. وبشوف الهد بتاعي. باخد منه البيانات بتاعتي. الكسافة. والسمك. وباخد منه التمن. تمام? وبحط كل ده في اعتباري اثناء عملية الحل. بعد كده. بشوف البند بند. يا طرى البند ده. مساحات? هجيب له المساحة. البند ده حجوم? هجيب له الحجم. تمام? واشوف البند اللي بعد كده. مساحة. يبقى اجيب له قانون المساحة وابدأ اعوض. شوف البند التاني. حجم. اجيب له قانون الحجم وابدأ اعوض. يبقى كل بند حسب ما هو قال لي. باعرف الكلام ده منين? لو قال لي ان مصمت او او مفرغ. لو قال لي مصمت. مصمت ده بيجي منين? من تشكيل بالسباكة. تمام? عن طريق الصب او عن طريق الخرط. تمام? الاجسام المفرغة احنا عارفنا طبعا. وعرفنا ان الاسلاك بتقع تحت الاجسام الايه? المصمتة. الاسلاك بتقع ايه? تحت الاجسام المصمتة. والاجزاء المجموعة دايما تحت الايه? الاجزاء المفرغة. تمام? كل ده في المؤسسة اللي احنا تعملنا معها. بابدأ بعد كده اقوم حاطق كل البيانات دي في الجدول النهائي بتاعي. باخد كل بند وحطه تحت مكانه. المساحة تحت المساحات والحجوم تحت الحجوم وجمع. جمعت المساحات. بابدأ احول المساحات دي الى حجم. عن طريق. ضرب المساحة في السمك. رجعت تاني للهد بتاع المؤسس. بيديني الحجم. واجمع الحجم بتاع المساحات مع الحجم الاصلي. تمام? وابدأ بعد كده. مجموع الحجوم بتاعتي اجمعهم مع بعض. وابدأ اجيب الوزن. الوزن بيساوي ايه? الحجم في الكسافة. يبقى رجعت الهد تاني. جبت الكسافة. وضربت الوزن. اه 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 وضربت الحجم. في الكسافة اداني الوزن. الوزن اللي هيطلع ده عندي بالجرام. بأسم على الف. تمام? عشان احوله بالكيلو. بعد كده بيجيب التمن الخام. السمن الوزن اللي طلع عندي في تمن الكيلو بتاعي بيطلع لتمن الايه? الخامات اللي انا جبتها. بعد كده بيشوف الاجور. تمام? والمصنعيات. اجر العامل. اجر العامل اليومي. في عدد الايام. في عدد العمال. طلعت المصنعين. نسبة الارباح. بشوف نسبة الارباح من سمن الخام. بضرب سمن الخام في النسبة اللي هو الدهاني. بعد كده بشوف المصاريف. بشوف النسبة للدهاني من سمن الخام اقوم ضربها في سمن الخام في النسبة للدهاني. وارجح في النهاية وخلي بالي ان في بعض القطع هو ممكن انا اشتريها. في طلع ممكن انا اعمله. كل ده لازم يضاف. ببدأ دوت اشوفه. وبشوف خلي بالك ان انت لازم تركز ان هو طالب منك منتج واحد ولا اكتر من منتج. ونشوف المؤيسة اللي هي رقم ستة هيقول لي ايه. تمام. الرسم هو عبارة عن وسيلة اضاءة من شمعدان من الطراز الكلاسيك. تمام. مصنوع من النحاس الاصفر صمك واحد ميلي وكسفت اه داني الصمك اهو بقى. واحد ميلي. وكسفته تمانية واحد من عشرة جرام لكل سنتيمتر مكعب. علما بقى ان سمن كيلو النحاس ستة واربعين جنيت غير هو بقى انا مش اخلاص حسب ما هو يجيبهولي في المؤيسة. يبقى هنا انا بتعامل حسب اللي هو البيانات اللي هو بالدهاني. وارجأ اعبص على المنتج اللي هو مدهوني. ادي له نظرة. يا ترى المنتج ده عامل ايه? لان كل الاجزاء اللي موجودة عندي في الشكل ده. هابدأ اتعامل معها جزء جزء. يبقى انا قريت الهد. وشوفت المنتج بتاعي. الرسمة اللي هو مدهاني. وابدأ بقى اشوف المواصفات. ابدأ اقرأ. اه باند باند. وابدأ احلله زي ما احنا تعاملنا. بس خلي بالك الاول ان هو لازم تحط في اعتبارك ان فيه مطلوب لازم تحطه في دماغك. ايه هو? اول حاجة جدوى الحصر الخامات. اه جدوى الحصر الخامات للمساحات والحجوم. وهو ده موجود في كل مؤيسة لان هو ده خط السير بتاعي. بعد كده سمن الخام المطلوب لتنفيذ كم منتج بقى? خمس شمعدنات هنا تغير العدد اهو. حسب سعر السوق المزكور. اللي هو الدهوني. تمام? بعد كده اجور العمال والمصنعية. ماشي. ازا كان بقى الوسائل تنفيذ الوسائل يتطلب عدد اتنين عمال في كم يوم? تلاتة ايام. واديني اجر العامل اليوم كل عامل بواقع اربعين جنيه. حلو اول. يبقى عندي كم عامل اتنين. فمدة تلاتة ايام فاربعين جنيه. خلاص الموضوع بقى راكز في دماغي. خلي بالك برضو ان لازم حضرتك تحسب مصاريف النسرية دي برضو من ضمن المطلوب بتاعك. بنسبة خمساشة في المية من سمن الخام. كل ده لازم هو بيطلبه. وبيقول لك خلي بالك برضو ان حضرتك لازم تحسب العمر الافتراضي للمعدات والالات بواقع خمسة في المية من سمن الخام. وبرضو بيقول لي خلي بالي ان السعر البيعي النهائي مع اضافة نسبة الارباح عشرة في المية من سمن الخام نظير الارباح. يبقى هنا هو طلب مني كزا حاجة وهو ده الاساس في كل ايه اه التخطيط بتاعي او مادة التخطيط. ان انت بتحسب الخامات بتاعتك. بتحسب اجور العمال. بتحسب المصاريف. بتحسب الارباح. بتحسب العمر الافتراضي. والجمعوا وتحولوا الى تمن في النهاية خالص. بتبدأ حضرتك ايه? طلع للمنتج بتاعي. خلي بالك ان في ملحوظة هو بينبهك عليها. ممكن ما يقوليش الملحوظة دي خلي بالنا. ايه هي? يصرف النظرة عن الاجزاء التي لم ترت في المؤيسة. يبقى هو بينبهك تاني اه هو في المؤيسة التانية. او المؤيسة اللي بعد كده. اني خلي بالك الجزء اللي مش موجود او ما جابش سرته ما تتكلمش عنه. تمام? المواصفات. اول بند. تمام? اول بند موجود عندي عبارة عن نصف كرة مصمطة. واستدل في هزي هزي الكلمة كلمة مصمطة ان هو حجم. يبقى طالما قال لي مصمط يبقى يا باشا انت هتخش دلوقتي على بند الحجوم. وبص على الشكل في الشكل بتاعي شكل الكرة. ليه بتبص على الشكل بتاعي? عشان تبقى ملم بالشكل. عشان زي ما انا قلت ان انت لازم تبقى ملم بالشكل بتاعك. تبقى عارف. يبقى هنا عارفنا ان انا دلوقتي هتعامل مع نصف كرة. خلي بالي. ان انت بتتعاملش مع كرة كاملة. يبقى القانون نصف كرة. يبقى هضرب في نص. يبقى انت بتتعامل مع نصف كرة. والنصف كرة دي مش مفرغة. ده مصمطة. يعني قانون ايه? الحج. الحج. يبقى انا هنا هدى ادور على القانون اللي يناسبني. تمام? حجم نصف كرة. وابدأ اكتب. يبقى انا عارفت ان الشكل بتاعي عبارة عن نصف كرة مش كرة كاملة. لو ما ضربتش في نصف يبقى انا حالل غلط. طب تلات اربع كرة. تلات اربع يبقى لازم اضرب في تلات اربع. كرة. يبقى هي كرة وخلاص مش هضرب لها في نصف ولا في تلات اربع. يبقى انا عارفت دلوقتي ان انا هتعامل مع نصف كرة. المنتج بتاعي محتاج نصف كرة. تمام? النصف كرة ده هرجع لقانون الحجم بتاع الكرة واضرب في نصف. ليه? لان هو قال لي مصمط. قانون حجم الكرة تلاتة على اربعة طه نقي تكعيل. يبقى انا دلوقتي عرفت دلوقتي. القانون ده او البندي ده. حجم ولا مساحة? دي اول واحد. تاني حاجة. جبت القانون من القوانين بتاعتي الاساسية? دي رقم اتنين. يا ترى الشكل ده كامل ولا نص? دي رقم تلاتة. طب ما هممكن يا مصر يكون عدد تلاتة كرة? او عدد ستة اه ستة كرة. يبقى حسب العدد اللي هو بيدهوني. هو بيقول لي نصف كرة. يبقى انا عرفت. ادي كل ده خدته من البيانات البند الصغير اللي احنا قرناه ده. وابدأ بقى اقوم جايب القانون وضربه في نصف. زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة كده? ان ايه? حجم نصف الكرة اربعة على تلاته طاه ملق تكعيب اضرب في نصف او عتنسى تضرب في نصف. لان الكرة عندك مش كاملة. الكرة عبرها عن ايه نصب كرة? يبقى اربعة على تلاتة طاه اتنين وعشرين على سبعة. نك تكعيب اربعة على عشر لان هي اربعة من عشر. ادي اربعة العشر. في اربعة العشر تكعيب مش تربيع. اربعة على عشرة تاني قررها تلات مرات. في النهاية ضرب لي في نص لان هي عبارة عن نص كرة. يبقى احنا شوفنا فصصنا البند ازاي? اربع على تلاتة طه نك تكعيب في نص عشان هي نص كرة اديتني تلاتاش مية اربعة وتلاتين من الف سنتيمتر مكعب وخلي بالك هو ده اللي انت هتاخده على في الجدول او تحت البند الحجوم بتاعي. تمام? استوانة مصمطة. البند ده عبارة عن ايه? حجم ولا مساحة? انا سامح حد بيقول حجم. برافو عليم. يبقى البند ده عبارة عن حجم. طب عرفتي منين? لان هو قال ان الاستوانة مصمطة. تمام? كترها ستة من عشرة سانتي. وارتفاعها تسعة من عشرة سانتي. يبقى خلي بالك ان انت لازم تركز معايا ان البند عبارة عن حجم. وحجم استوانة. لازم ارجع لحاجتين مهمين بقى هنا. قانون حجم الاستوانة مساحة القعدة في الارتفاع. طب القعدة عبارة عن ايه? يبقى لازم اكون ملمة بايه? بالتخيل بتاع الشكل التاعي. في مادة الرسم. القعدة عبارة عن ايه? في بعض الناس ما تعرفش قاعدة ترستوان عبارة عن ايه? في بعض الناس كده. تمام? انما انا على طول بتخيل ان الشكل التاعي عبارة عن دايرة. طيب. يبقى مساحة القعدة في الارتفاع. القعدة دايرة. يبقى مساحة الدايرة. هرجع لقانون مساحة الدايرة. طب انا بتكلم في استوانة يا مستر. بس قانون الاستوانة بيقول لي مساحة القعدة في الارتفاع. يبقى انت لازم تجيب القعدة بتاعتك اللي هي قعدة الاستوانة وتبدأ تتعامل معاها وتبدأ تجيب الايه? ادي الشكل بتاعي. وتجيب الايه? القانون بتاعي. تمام? يبقى حجم الاستوانة بيساوي مساحة القاعدة اللي هي مساحة الدايرة طه نك تربيع في عين يبقى الحجم بتاعي 22 على 7 في 3 على 10 في 3 على 10 في الارتفاع اللي هو 9 من 10 بيساوي 2500 24 من 1000 سنتيمتر مكعب يبقى انا هنا لازم اكون ملم بكل جوانب يا جماعة عشان اقدر اتعامل مع مادة التخطيط لان مادة التخطيط من المواد الجميلة قوي اللي بتفيدني في اي مشروع او اي منتج انا عايز ان تجو لازم احوله لفلوس اقدر اعرف ان انا هربح قد ايه واكسب قد ايه وهصرف قد ايه وهجيب خمات بقد ايه عشان ما امدرش ان انا خش مشروع ويحصل في خسارة عندي ده كمان ممكن احسب نسبة الخسارة يبقى انا لازم الم بحاجة اسأل نفسي اول سؤال حجم ولا مساحة ده اول سؤال ده انا دلوقتي كده بأكد معاك هو حجم ولا مساحة تمام وبعد كده اجيب القانون بتاعي ولازم اكون ملم بالشكل بتاعي لان انا ممكن احتاج في بعض القوانين الايه القاعدة بتاعتي النهاردة كده تناولنا مع بعض تقفيل المؤيسة بتاعت رقم خمسة لان المرة اللي فاتت طبعا في الحلقة السابقة ملحقناش ان احنا نلم بتقفيلة المؤيسة اللي هي عبارة عن الجدول ومجموع الحجوم بتاعي والوزن والمصاريف النسرية ونسبة الارباح والمصنعية وابتدينا ناخد في المؤيسة رقم ستة بعض البنود عشان نقدر نتعامن واللم مع بعض يا جماعة لازم مادة التخطيط دي تكون لامم حضرتك بالقوانين الرئيسة بالكامل لازم اكد عليكم ان انت قبل ما تذاكر وقبل اي حاجة تجيب القوانين تبدأ بيها هي دي بداية المذاكرة بتاعتك تبدأ تجيب القوانين تحفظها وتجيب القانون ومش تحفظه بس تبقى فاهم القانون ده بيتكلم في ايه بالزبط يعني انت حضرتك تبقى فاهم شكل الاستوانة شكل الهرم الهرم السوداسي القاعدة بتاعته عبارة عن مسدس الهرم السوماني القاعدة بتاعته عبارة عن متمن فاهم الشكل بتاعك لان حضرتك هتطلع راجل ايه يعني فاهم ودارس وحافظ القوانين تبدأ حضرتك ان انت تبدأ تتعامل معها تمام ولكن النهاردة ان شاء الله الوقت تجري مننا جماعة وارجو نكون استفادنا النهاردة مع بعض واشكركم على حسن استماعكم وارجو لكم النجاح والتوفيق وارجو الاهتمام برضو بالمادة دي مادة جميلة جدا وهتساعدنا في الحياة العملية بتاعتنا وارجو لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة